أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيلة اليوم معنا مجاهرة جديدة الأخت ميساء الحاتمي من الإمارات خلونا نرحب فيها أهلاً وسهلاً فيكي أخت ميساء أهلاً مرحباً فيك جان وشكراً لصدافتك لي في البرنامج شكراً لك أختي وشكراً لقبولك الدعوة أختي ميساء يعني نحن تعودنا نبدأ بتعريف لشخص الضيف إذا تفضلت تعرفي بنفسك للجمهور أكيد تسلم لي أنا ميساء الحاتمي كاتبة ودارسة هندسة ميكانيكية عمري 28 سنة وعيش حالياً بكاليفورنيا صار لأربع سنين أختي إذا تحدثينا عن النشأة الدينية يعني نحن بنعرف هاي أول خليجية بتطلع معنا في البرنامج وإذا بنعرف نحنا كلها إنه الخليج شوي في نسبة التدين فيها عالية فإذا بتحدثينا بس عن النشأة والطفولة جو الديني كيف تعرفتي على الدين بالمحيط العائل تسلم أول شيء أنا أتمنى أتمنى أني أشرف الخليج العربي اليوم أنا طبعاً نشأت وولت وتربيت بأسرة محافظة جداً ومتدينة جداً جداً مذهبي كان السابق أهل السنة والجماعة أعتبر أنه أنا انشأت ببيئة أو في بيت طبقت الدين بحذافيرة كل كلمة مكتوبة بالقرآن طبقت بالتربية وكل لحظة من لحظات حياتي يعني بالمأكل والمشرب واللبس وطلعة والدخلة كل تربيتي كانت مطبقة بالحرف من القرآن الكريم أنا أحفظ نص القرآن وأنا عمري تقريباً عشر سنين إحنا كانت عندنا عادة بالحارة اللي كنت عايشة فيه في بيتنا أنه الأطفال يعني أول ما يدخلون المدرسة أو حتى قبل المدرسة أنه بعد ما يجعون من المدرسة العصرية من الساعة أربعة للساعة السبعة المساء نروح للمسجد وتكون هي مركز تحفيق القرآن لنفس المسجد اللي بالحارة فأنا بدخلت المسجد ممكن وأنا عمري خمس سنين حتى قبل أن أتعلم الأفجدية تعلم في القرآن أول شي وتقريباً كنت نص المشوار كنت على وشك أحفظ القرآن فأحفظت نص القرآن وأنا عمري عشر سنين إنه تقريباً أنا البنت الوحيدة وأصغر واحدة بالبيت فيعني تقدر تتخيل كيف كان وضعي كأصغر واحدة بين شباب والبنت الوحيدة بيتنا ما كان ما تسمع فيه أغاني وما في حفلات وتقريباً يعني بيت إسلامي صالح بس ما يمنعونك يعني أنا كنت أسمع أغاني وأنا صغيرة بس ما راح يقولولك لا ولا ما راح أتعاقب لأن أنا أسمع أغاني بس راح ينصحوني إنه الأغاني حرام ومزمار الشيطان أبوي من وعيد وهو يصوم الاثنين والخميس وأعتقد له اليوم هو ما زال يصوم الاثنين والخميس بغض النظر عن الظروف وبأي شي ما يتغير عادل فيه يعني وأمي أعتقد أن أم تقليدية جداً يعني كانت متدينة وتلبس النقاب والبيت أغلب الوقت يعني وأخواني الثلاثة الأكبر مني نفس الشيء من المدرسة للبيت وبعدين من البيت للجامعة وبعدين من على طول لبيت الزوجية فصار من الدوام للبيت الزوجية وبس يعني فهذه تقريباً نشأتي طيب إذا لما بصفت للمرحلة ونقول سن الـ 14-15-16 الدين بضميرك لوين كان مرحلة واصل لأي مرحلة كان مرحلة واصل يعني لأي مرحلة وصلتي بالتدين خلينا نقول فضل شوف بحكي لك بصراحة أنا كنت متدينة بس كنت ما كان اقتناع كان مجرد تطبيق مجرد ردة فعل من التربية فكنت يعني متدينة بوجهة نظر المجتمع بس أنا كنت يعني ما كانت رغبة حقيقية مني من ما أنا كبرت مع أني كنت يعني عيلة متدينة بس كنت مش مقتنعة بالصلاة يعني هذا كانت مشكلتي الرئيسية مع الدين يعني الصلاة بحد ذاتها كانت أكبر مشكلة بغض النظر عن مدى تديني بهذاك المفهوم لو أنا 14-15 سنة بس الصلاة كانت عائق كبير يعني أنا انضربت على الصلاة وتعاقبت على الصلاة وخوفت تخوفوني على الصلاة والترهيب وكل الأساليب التعذيب الطبيعية اللي مكتوبة بالقرآن والسنة مارسوها بس ما ما أعتقد أنه وصل مر علي أسبوع وأنا بحافظة على الصلاة والسبب بالنسبة لي أنه ما في خشوع ما في تأمل يعني هم يطالبونك أنك أنت تحس بخشوع أنت تصلي بس أنت يعني خمس مرات باليوم وأنت طالع نازل طالع نازل تتحرك ويمين ويسار وين الخشوع صعبة يعني صعبة تقنعني أنك أنت راح تقدر توصل لمرحلة الخشوع وأنت مش قادر حتى تثبت في مكانك حتى راسك ما يثلت يعني يعني لو كانت فكرة الصلاة بالنسبة لي عبارة عن يوغا يمكن شوية أحس أنه راح يمكن أقدر أعمل طريقة تواصل أو اتصال بالعالم الآخر أو بأله أو بأي شيء بس للأسف الحركة الكثيرة بالصلاة كانت ما تقنعني أنه أنه بها الطريقة أنا تواصل مع الله وهذه الفكرة كانت من وأنا صغيرة يعني أنه حسيتها مش منطقية يعني فهذا يعني لما كنت في أي فترة المراهقة بعدين لما ممكن أول سنة جامعة وعلى نهاية الثانوية بديت أحس بنوع من الفراغ الروحاني بهذاك الوقت كنت أسميها فراغ الروحاني أنه كنت حاسة أنه بالرغم أني أنا متدينة خلي موضوع صلاة على جم بس يعني ما كانت عندي هذاك السعادة أو التغذية الروحانية المطلوبة اللي يحس هالمسلم اللي هو سيماهم في وجوههم ما كنت أحس أبدا فيني يعني فما كنت عارفة شو المشكلة فهذاك الوقت قناعة وبرغبة بديت أدين يعني عشان بس أوصل لهالمرحلة من تغذية الفراغ الروحي وخصوصا أنه أنا بفترة نهاية الثانوية اكتشفت أنه أنا عندي ميول مثلية فكنت معتبرة أنه هالميول عقاب من الله لأنه أنا بعيدة عنها فخليني أتقرب منه أكثر خليني أصلي أحاول أجاهد بالصلاة وأحاول أنه أوقف أسمع أغاني ووصلت لمرحلة أني تنقبت حتى يعني برغبتي أنا أبدا ما نجبرت على النقاب بس أنا تنقبت برغبتي لمجرد أن أعبي الفراغ اللي كانت حاسة أنه قاعد يسبب بي مشكلة واللي رح يدخلني لجهنم في بداية أول سنة لي بالجامعة يعني تدينت تدين صحيح كل شيء يعني كل شيء من ناحية اللبس وحتى الأبسط الأشياء طبقت تدين وكانت برغبة حقيقية مني يعني يعني جهنم جهنم هاي مصيبة مصيبة فيها بعقول المساكين الضحايا الضحايا هالفكر الغيبي للأسف هذا الجهنم هو اللي يخلينا ما نسوي أي شيء ياريت إنه ينفع يعني في النهاية الواحد حتى يوصل لمرحلة إنه يخبي على الله ويسوي المصايب كله من ورا الناس ومفكر حالا إنه بعدين رح يتوب ورح يدخل الجنة خليني أعرف بعدين رح أتوب بس يعني حتى هالموضوع مفهوم الجهنم ما نفع إنه تردع الناس أصلا يعني والوهم بيتم وهم يعني حتى بعقول الناس يعني أختي طيب خلينا نصل لما كيف بلشتي بالشك بي بجدين يعني كيف بلشتي بالنطولي في أشياء غلطهم في أشياء غلطهم وكيف صارت مرحلة الشك يعني معك فضل والله إلا قصت شوية طويلة طولت لما وصفت لمرحلة الشك خذي راح تحكي لنا إياها والسلام عليكم ماشي هو كانت بالضبط بعد ما كملت الدديون في رأيي وتنقبت وكل شي بعدين حسيت إنه لا مش ضابطة يعني لا ميولي تغيرات ولا الفراغ غتعبوا ولا في شي صح يعني فبديت أشك أول شي بالمذهب اللي أنا فيه هذا كان يعني أقصى إلحادي بهذاك اللحظة ما كانت عندي مفهوم الإلحاد نهائية ما كان موجود حتى بالصورة ما كان عندي فكرة شو يعني ملحد غير اللي نسمع إنه الملحد شخصي عبد الشيطان ومش عارف إيش ومن هالحكي فما كتعارفة شو هو مفهوم الإلحاد في هذاك اللحظة بس صار عندي شك بمذهبي اللي أنا فيه واللي أنا تربيت عليه بس الشك كان إنه هالمذهب ما يناسبني أنا ما أقول إنه مذهب السنة والجماعة غلط أو أهلي غلط أو أخواني غلط بس أقول إنه هالمذهب ما ما يمشي علي لازم نشوف شي ثاني فهذه كانت البداية فبديت أدور وشوية فضول وأنا يعني إحنا يعني بالإمارات في عنا نسبة لا بأسة بها من الشيعة فبالمدرسة كنت أدرس مع الشيعيات وبالجامعة نفس الشي فكانت في واحدة صديقة مقربة لي كانت كثير يعني الشيعية متدينة يعني فرحت لها وقدت لها أنا حابة من تتعطيني كتب يعني بلب الشيعة يعني مثل الصحيح البخاري عندنا أبي شي من المصدر مباشرة لأنه لما تعمل سيرتش بالبحث بالإمارات من هم الشيعة ولا شو هي الشيعة ولا أي بحث تسويه رح تطلع لك شتائم وردح ومصايب وتلفيقات وأكاذيب وصور مركبة ويعني أنا ما أقول إنه ما فيها صحة فيها نوع من الصحة بس الغالبية تكون مجرد تلفيق وكذب فقلت لها أنا ما أبي أتبع بالبحث التقليدي أنا حابة أنت تعطيني مصادر موثوقة من عندك وكتب عشان أقرأ يعني بس وطبعا ما بينت لها أني أنا مهتمة بالموضوع بس قلت مهتمة بإني أنا أتشيع أو شيء بس قلت لها أنه مجرد حب استطلاع وفضولي يعني قالت لي أوكي والبنت ما قصرت أعطتني كمية كتب وروابط وتقريبا يعني يمكن ستة شهور لتسعة شهور وأنا أدور وأقرأ وآخر كتاب قريتها كان اسمه ثمه تديت للتي جاني كتاب كان عامل ضجة بهذاك الفترة يعني ويا الله اقتنعت قلت أوكي خليني أجرب يعني حبيت المذهب لسبب واحد رئيسي أنه حسيت أنه فيه نوع من تغذية الروح أكثر من المذهب السني المذهب السني عملي جدا يعني تصلي وصوم وروح الحج وسوي لا تسمع أغاني ولبس كده بس المذهب الشيعي عندهم كثير محاضرات وعندهم نشاطات أسبوعية وعندهم العاشورة والمأتم والبكي فيعني في شوية أكشن على شوية حركة يعني فحسيت أنه هالشي شوية احتمالي غذيني روحيا يعني مش مجرد أني أطبق الدين يعني مجرد بالعمى يعني فتشيعت وضليت شيعية تقريبا سنة كاملة وحضرت حتى عاشورة ورحت المأتم وبكيت للحسين طبعا هالكلام كلها شي مهم جدا لأنه طبعا هالكلام كلها صار وراء أهلي لأنه أي سني أنت عارف أكيد أنه عندهم نظرة بس دقيقة أختي أنا بالفعل مسألة البكاء للحسين يعني بشغلتني يعني بحيز كيف ممكن الطوعي مشاعرك وتبكي مجرد أنك تنقتي هالمذهب هال لشخص لا بتعرفي من قبل لا واجهتي لا بتعرفي عنه يعني غير المكتوب الكتب والأشياء كيف أنه ممكن الطوعي مشاعرك وتقدر يتبكي عنك فضلا صحيح لشخص ما تصار لتقريبا 4-400 سنة والناس بكل سنة ترجع تبكي بنفس الطريقة هو يعني شوف أنا بالنسبة لي أنا يمكن حتى ما دمعت عيني بس مجرد أنه كنت بالمأتم وشفت الناس تبكي فشوية كانت نوع تأثير عاطفي لا أكثر ما أعتقد بصراحة أني بكيت بس هما بالنسبة لهم أنه قضيتهم يعني القضية الأساسية قضية الشيعة هي قضية الحسين يعني هما بالنسبة لهم كل سنة يبكوا على القضية تبعهم أكثر ما يبكوا على الحسين كل شي صار للحسين أثر على نظرة الناس ليهما أثر على مذهبهم وصاروا حسون حالهم المظلومين كل النواحي بسبب المعارك اللي صارت يعني بسبب علي وبعدها الحسين فيعني بالنسبة لهم البكي هذا يمثل قضيتهم أكثر ما يكون مجرد بكي على شخص مات من 1400 سنة يعني يحسوا حالهم إحنا مظلومين وإحنا اتبعنا واحد نقتل بطريقة بشعة فلنزم نرجع نبكي ونتذكر حالنا إحنا شقد مظلومين من اللي حوالينا أنا آسف عن مقاطع يعني بفضلي كاملي مراحل الانتقاد لا ولا يهمك بأيوك فهو بنفس الفترة العشورة اللي هو العشر لوائل من المحرم صدفة بطريقة يعني معرف عفوية أهلي عرفوا يعني خلال فترة العشورة يعني فعرفوا وصارت قامت القيامة بما يقولون وصار في استجواب وطلعت من الجامعة وشالوا مني السيارة طبعا هم يعني على طول يعني لازم يلومون أحد أو يلاقون مسبب للموضوع فلا مو الجامعة إنه الجامعة قاعدة تغسلت دماغيا وقاعدة تبث أفكار سمية بعقلك فأنتي لازم تتركين الجامعة وطلعت بالجامعة وأنتي مكانت البيت أصلا وصار يعني شتايم وتعاملوني المضحك إنه عاملوني معاملة المرتد لأن هما بالنسبة لهم أصلا أو بسنا بشكل عام يشوفون الشيعي شخص مش مسلم أصلا إنه هو يعبد علي أو يعبد الحسين أنتم هالفكرة فيشوفون إنه هو ما يعبد الشيعي ما يعبد الله فهو مشرك فهو كافر فأنا عاملوني معاملة المرتد يعني فصاروا حتى إنه ما ياكلون معي لأنه في حديث صلعوا مخبرهم إنه الشخص ما ياكل مع الكافر وكان ما في بيننا أي تواصل فأنا قررت بذاك اللحظة إنه أحبس حالي بالغرفة وأجنب الشر والخير كله فظليت على حال تقريبا يمكن شهرين أنا يعني أحبوسها في غرفتي بقراتي ووقت ما هما يختفون يروحون ينامون هذاك الوقت أروح أدور لي على شيء أكله وأرجع لغرفتي ظليت على هالحال صدقني يعني تخيل شهري أنا ما يعني بهذاك اللحظة أنا ما كنت أشوف إنه أهلي غلط ولا ما كنت أشوف السنة غلط ولا ما كنت أشوف إنه هما بضلال أو إنه أنا الصح ولازم إنه أنتو كلكم اللي بالبيت تشيعون لا بالعكس يعني أنا محترمة بس أنا هذا الشيء ناسبني هذه حرية شخصية أنا ما نولت ما أخترت أني أكون سنية ما أخترت أني أكون مسلمة هذا كان شيء صار وأن ولدت على هالشكل فكتم قدرنا بذلك اللحظة إنه أنا عندي الحرية الكاملة إني أختار المذهب اللي يناسبني أختار الشيء اللي يناسبني يعني أعتقد أن كل شخص يحتاج على الأقل فرصة واحدة في حياته إنه يختار المذهب أو الدين أو الفكر أو أي شيء فأنا هذه كانت فرصتي بهذاك اللحظة يعني فكنت مستنكرة ليش إنه أهلي بكل بساطة يعني إنه قاعدين يدافعون عن شيء أنتو ولدتوا علي أنتو ما عارفين أصلا يعني أنتو ما اخترتوا هالشيء وبنفس الوقت أوكي دافوا عن مذهبكم ودافوا عن دينكم على كيفهم بس ما تقدرون تفرضون علي أنا عندي عقل وعندي قناعة حتى لو كنت غلط يا أخي أوكي خترت شيء غلط وطريقة ما راح ألاقي الدرب الصحية ومن ما بس مش لدرجة إنك أنت خلاص تعاملني كأني أنا معت من أهل البيت وإنه أنا راح أدخل النار وإنه أنا مرتدة وإنه أنا خلاص يعني أبوي كان على وشك يتبرى مني يعني كلمة واحدة ويقول إنه أنت مش بنتي يعني فأنا كنت جتني حالة صدمة يعني كانت أول صدمة أتعرضت لها كانت بهذاك الفترة يعني لأنه قلت يعني الواحد المفروض ما يفكر يعني المفروض الواحد ما يختار يعني المفروض الواحد يظل هيك كأنه أعمى ويمشي وحتى لو قلبه ما لشيء غلط المفروض أنه يكفي يعني حتى لو كانت عيس طول حياته حتى لو كان عنده فراغ طول عمره مش مهم يعني فكانت هالشي شكل داخلي صدمة كفيرة يعني بس في ناس الوقت ما يأس حاولتني أكلمه حاول أبين لهم إنه يا جماعة أنا ما أكرهكم أنا ما عندي شي ضدكم يعني فهموني إنه هذا كان شي شخصي بحث يعني فأخر شي بعد أخذوا على تقرره وإنه يعملون معي مناظرة طبعا مش بالمفهومة اللي أنت تشوفها بس تقريبا كانت مناظرة بس كانت مع أمي وبوي وإخواني الثلاثة يعني وأنا الطرف الآخر متخيل أنت وأنا قبل فترة البحث قررت أنه أشتري صحيح البخاري اللي هو أبو 7000 حديث كان عندي وكنت أقراها فترة طويلة وكنت ما يعني صعقت يا جام من الأحاديث اللي موجودة فيها لأنه اللي يعلمونا بالمدرسة هو الإسلام الكيوت المنقح ومختار بعناية ويحطوا لك إياها بالمنهج بس لما تمسك الكتاب نفسه راح تنصدم وأنا أقدر أقول لك حاليا بكل ثقة أنه أول كتاب أهداني إلى الإلحاد هو صحيح البخاري لأنه صدمني بمحمد وصدمني بالصحابة وصدمني بأله ويعني شفت أحاديث وأنا يعني مصدومة ففي كانت كمية أحاديث وبصحيح البخاري نفسه ضد السنة نفسهم يعني الأحاديث تحكم بصالح الشيعة وصالح علي وكل يعني الأفماد ذكر حاليا لنصارق قريباً موضوع 6 سنين بس الأحاديث كانت عبارة يعني أنه الصفعة في وجه كل سني يعني أن هذا كتابك الأول بعد القرآن يقول هالكلام يعني فأنا كنت حاطة مؤشرات على كل هالأحاديث فلما بلش الدخلت على الغرفة وأشوف أخواني وأمي وأبوي بالغرفة ونادوني فعرفت أنه راح أتصير المناظرة فقبت لهم لحظة شوية ورحت على حجرتي وشبت الكتاب معي وقعدت أتكلم وياهم وقعدت أواجههم بالأحاديث اللي موجودة تخيل يعني مش مصدقين أنه هالأحاديث موجودة بالكتاب يقولوني أنت تشذابها أقول لي تعال شوف هالحاديث موجود بكتابك يعني هذه النسخة الأصلية حتى مش جايبتها من النت يعني فكانوا مصدومين بس للأسف يعني أنت عارف الكبرياء يعمينا والجهل كمان يعمينا فكان ما كان يعطوني مجال أتكلم يعني فصار المناظرة عبارة عن شتايم وتهديدات وسكتي وانتي غلط والله يديت شو لازم مش عارفة شو لازم ترجعي السنية فآخر شي أنا سكت وانتهى المناظرة وبعد تقريبا خلال شهر قررت أنه أقول يالله رحت لهم وقلت لهم خلاص أنا راح أرجع سنية اللي تموني يصير بس رجعوني على الجامعة وخلوني أعيش حياتي بطريقة طبيعية أنا وحياتكم رجعت سنية يعني طبعا هما كانوا عندهم شك أنه الكلام بس مجرد يعني كذب مني بس اختاروا يصدقون عشان بس يبرون ذمتهم أنه إحنا نصحناه وهي قالت إن راح ترجع سنية فإحنا خلاص يا الله لا تعاقبنا إحنا إحنا هديناها يعني بس كنت عارفة بقرارة نفسهم إنه هما عارفين إنه أنا بس مجرد إنه كانت كذبة عشان بس أرجع للجامعة يعني فبس بهذاك الوقت انزرعت البذرة الأولى يعني بلاش تقول يعني معقولة ناس مجرد إنه هما إنه ولدوا بمذهب مش مذهبهم قاعدين يدافعوني بهالشكل ويهددون وكانوا على وشك كنت حاسة خلاص حياتي على المحك يعني قلت معقولة إنه ناس مش مختارة حتى مذهبها ولا دينها تحارب بهالشكل طيب شلي يثبت لي إنه سني صح شلي يثبت لي إنه شيعي صح وبلشت أسأل أسأل نفسي وبعدين كبرت الدائرة وقاعدت أقول شلي يثبت لي إنه المسيحي صح واليهودي صح والبودي صح والوالوالوال فهذاك الوقت قلت رح أتجنن إذا حدور على الصح حاليا لأنه كل المذهب إذا تعمقته بحيادية رح تقتنع فيه بطريقة أو بأخرى يعني إذا ما أنت ما كنت مايل للشيء الثاني يعني حاليا المسلم إذا مسك الإنجيل رح يكون الردي هو عاطب نحو الإسلام فما رح يقتنع بس إذا أنتش قريتها بقتنع رح تقتنع ولو واحد بالمية باللي أنت قاعد تقرأ يعني فقلت أنا راح أتجنن خلي الأديون كلها على جم وخليني أنا شارية راحة ضميري ومرتاحة واللي راح يصير يصير ومن هذاك الوقت أنا أعتقد أني أنا ألحد بس أنا ما كنت عارفة مفهوم للحاد أنه أنا حاليا ملحدة لما وصلت لهالبترة فضليت على هالحال تقريبا سنة أو سنتين أنا بهذاك المرحلة لا أصلي ولا شيء فكل شيء خلاص تخليت عنه وتخلصت من كل شيء فجأة يعني حسيت أنه كل شيء صار مشبوه بالنسبة لي يعني كل شيء يدعو للشبهة فخلاص أتركي كل شيء وأعيش بعقلي وبفطرتي اللي أنا الإنسانية وبس أنا أقدر أميز الصح من الغلط من غير ما أحتاج لكتاب ولا أي شيء يقول لي لا تكذبين ولا تسرقين ولا تقتلين أنا قريدي عارفة كإنسانة إنه أنا المفروض ما أسوي هالأشياء وإني أنا ما أقذي أي أحد لغض النظر عن الحجة يعني وبس وبعدين آخر شيء تعرفت على صديقة مقربة اللي هي كانت عرفت على حالها أنه هي ملحدة فهذاك الوقت عرفت إنه أوكي هذا يسمونه الحاد وأنا حاليا ملحدة يعني طيب أختي يعني حاولتي أنت مثلا غير صديقتك حاولتي تعلني إلحادك مع أصدقاء غيرهم تلمحي للعائلة أو لأقاربك يعني المحيط اللي أنت فيه لا بصراحة أنا بعد تجربتي مع أهلي بموضوع التشييع قلت ولا أفكر حتى بحلمي إنه أحكي لهم إنه أنا حاليا ملحدة يعني فاضطريت إنه أعيش بازدواجية وأعيش بنفاق يعني كنت بالبيت أمثل إني أنا أصلي وأطلع من البيت وأنا محجبة وأعمل كل الأشي وطبعا أمثل إني أنا صايمة ولما أطلع برا أعيش حياتي فكنت عايشة تقريبا بازدواجية بشكل غريب ومتعب بس عملت صفحة على الفيسبوك باسم وهبي وبشخصية وهمية وكنت فيها معلنة الحادي فتعرفت على كثير منحدين يعني عن طريق الفيسبوك وتعرفت على بعضهم على أرض الواقع يعني بس من المحيطين فيها كأصدقاء وأهل لا نهائيا طوال الفترة اللي كنت فيها بالأمارات طيب إختي إذا تحدثين رسك عن المرأة الخليجية عموما وما تعانيه من اضطهاد وتجاهل إنسانيتها ودورها في الحياة العامة والخاصة أكيد المرأة الخليجية لأسف إحنا عندنا شوية صورة مناقضة يعني لما الواحد يقول لك مرأة خليجية على طول يتخيل وحدة سعودية وما تقدر تسوق ولازم ما تسافر من غير محرم أو إنه هي ما تقدر تطلع من غير محرم من هالحكي أو رح يكون المناقض تماماً رح يشوف الدبي والعمارات والبنيان فرح يقول أو هذي لمجتمع كثير متحضر وكول وأوبن وما عندهم مشاكل مع نسوانهم يعني بس الحقيقة إنه ما في خط واحد يعني أنا ما أقدر أقولك إنه أنا أمثل المرأة الخليجية لأنه المرأة الخليجية أو حياة المرأة الخليجية تعتمد اعتماد شبه كلي على العيلة اللي تربت فيها يعني هي تمارس حريتها وتمارس حياتها الشخصية بناءً عن البيت اللي هي فيه فسواء كانت العيلة متفتحة أو متدينة هالبنت رح تطلع تقريباً على نفس الشاكلة يعني بس الشي الوحيد اللي يجمع بيناتهم إنه إحنا عنا عادات وتقاليد ودين يحكمنا وقوانين تحكمنا إنه الكل عارف فيها يعني بس يعني أنا ضد هالفكرة تماماً لأن الحرية عندي إنه غير عن الاحتياجات الرئيسية إنه أنا أقدر أختار بنفسي الشخص اللي راح أرتبط فيه أختار شو راح أشتغل أختار شو راح أدرس أختار إنه أنا شو راح آكل أختار إنه أنا شو راح ألبس يعني لو طبقت هالخمس الأشياء على المرأة الخليجية راح تلاقي إنه كلها ما فيه اختيار أصلاً يعني ما تقدر تقنعني إنه في واحدة مرأة خليجية دخلت على أهلها وقالت لهم ترى أنا لزبيان وحابة بنت وبكرة راح نتزوج وتعالوا خطبوا لي ياها يعني أو إنه خلينا على المثلية لأنه هي مشكلة أقول مشكلة عربية خلينا نقول إنه والله حابت لها واحد فاكستاني أو حابة السواق تبعها وحابة ترتبط فيه يعني ما أعتقد إنه في أهل أو عائلة خليجية راح تقبل لهالبنت إنه ترتبط بالسواق لو شو ما كان التفهم والتفتح اللي تعيشها هالعائلة نجي للشغل يعني نفس الحال يعني أوكي في وظائف معينة هي موجودة بس للمرأة الخليجية يعني يعني ما راح تقدر تقول والله أنا حابة أحترف الرقص يعني فيعني مثل ما قلت لك نفس الشي بالأكل يعني ما راح تقدر ترجع البيت وهي جايبة معاها كحول ولا جايبة معاها خنزير ولا يعني راح يتحكمون بالأكل ولا بس نفس الشي يعني ما راح تشتري بكيني وتقول أخوها والله أنا بكرة رايح على الشاطئ أحاشوف البنات وراح ألبس البكيني على الشاطئ يعني فما راح تقدر تقنعني بغض النظر عن هالبنت إنه هي حرة سواء كانت عايشة بالدبي ولا بالسعودية ولا بأي مكان طالما يحكمها هالأشي إنه الشي البسيطة اللي أي شخص حق طبيعي هو حتى مشي هو حق إنه المرأة الخليجية تقدر تعيشها يعني بس هي حرة بشي واحد إنه تختار إنه هي ترضخ لهالشي ولا لا هي بس هالحرية اللي عندها إنه هل هي تقدر تتقبل إنه أهلها يختارون كل شي ولا إنه هي تقول لا يعني وأنا عارفة إنه ما راح أعمم عارفة إنه في علاقة صعبة إنك تقول لا لأنه كلمة لا راح تكلفك حياتك يعني بس إلى حد ما لازم يكون في مخرج يعني بس للأسف إنه المرأة قبل أحد يعطيها حقوقها هي المشكلة متخلية عن حقوقها يعني هي مقتنعة إنه هو هذا الصح هي مقتنعة إنه أهلي اللي لازم يختارون لعريسي هي مقتنعة إنه أنا لازم أغطي شعري وإلا راح أتخل النار هي مقتنعة بهالأشياء فصعبة جدا يعني صعير اللي يعني أنت عارف أسوأ أنواع العبودية يعني أن الواحد ما يعرف حالا أنه هو مستعبد وهذه هي اللي إحنا نعانيه إن إحنا أغلب النساء مش عارفين أصلاً أنهم مستعبدات يعني فصعبة لما يوصلون لمرحلة إنه يستوعبون استعبادهم وبعدين يبدون إنه يحاولون يحاربون من أجل حريتهم يعني للأسف يعني هذا خسيل الدماغ الالبيني الموجود عندنا بالعالم الإسلامي كامل أختي طيب يعني هلأ مثلاً أنت قلت أنه عندها اختيار ترفض أو لا؟ طب إذا رفضك إذا اختارت أنه ترفض شو العواقب؟ يعني أنا أعتقد أنه أنا بالمجتمعي مجتمعي سوريا أظن ما بفرق كثير عن المجتمع الخليجي يعني مرة ليس لها حق ترفض أصلاً يعني فإذا حتى فكرت ترفض فأكيد في عواقب وخيمة رح تكون يعني فضلك أكيد أكيد معاكب هالشي أنه الثمن اللي رح تدفع يمكن يكون حياتها مثل ما قلت قبل شوي بس يعني أكيد رح تقدر تلاقي مخرج يعني أي شكل أو بآخر يعني العقاب أكيد رح يكون وخيم بس أنا أنا مستعدة أنه أنقتل أو أتعاقب أو أسوي أي شيء ولا أنه أنا على الأقل أقول لنفسي أنه أنا ما حاولت يعني نحاول ما رح نخسر شيء يعني بس أنه أنت ترضخ لهالعبودية وتحاول أنك تقنع حالك أنه هو هذا الصح يعني الزوجة اللي تزوج عليها رجلها ثلاثة يعني الشيء الوحيد السبب الوحيد اللي خليها تقبل بهالشي الجرم الكبير أنه الدين قايل هالكلام بس يعني كغريزة إنسان أو كغريزة إمرأة صعب أنه تقبل أنه هالشخص مع ثلاثة غيرها يعني بس تلاقي أنه أغلب النساء للأسف الشديد يقبلون بهالشي باسم الدين أو بشكل أو بآخر فمثل ما قلت إنه الثمن رح يكون وخيم وإذا وحدة قالت لا احتمال كبير إنه هالشي يكلفها حياتها أو أي شيء ثاني بس عاولي تلاقيين مخرج يعني مش بالضرورة تقولين لا شفاهيا يعني بالتصرفات اللم يغرابه تطلع من البيت والله كريم يعني إحنا ما رح نقدر نحصل حقوقنا إذا إحنا ما حاربنا إحنا ما رح نحط إيدنا على خدنا وننطر إنه يكون في حقوق للمرأة لأنه الرجال عاجبوا الوضع الرجال عاجبوا أغلب الرجال عاجبهم الوضع اللي هما فيه فهم ما رح يغيرون شيء لأنهما المستفادين الأولين والآخرين من هالوضع يعني فإذا أنت ما حاربتي لحريتش فخلص يعني لا تقعدين تتذمرين من وضعك ولا شيء يعني أنت ما عملتي الجزء المطلوب منك أنك أنت تسوين على الأقل خطوة واحدة أضعف الإيمان أنه تحدث أي تغيير يعني أي شكل أوضع بالأسف أن المرأة وصلت لمرحلة يختسل دماغه وهي ضحية كمان يعني أنه صارت الدافع عن الجلال تبعه وحتى الرجل الرجل الإسلام حول الرجل المسلم إلى رجل عاهر للأسف يعني طيب أختي في عندي سؤال هون بيقول أنت كملحدة كيف بتحاولي بس خليني أقرأ السؤال لأنه كيف بتقدري تخفي لحدك خوفا من الاضطهاد مثلا يعني كيف بتقدري تعيشي يعني هو الملحد الخليجي أو العالم الإسلامي عموما يعني بيعيش بنفس المرحلة ما هو شرط أنه بس تكون مرأة يعني حتى الرجل الملحد يعني كيف بخفي لحده وكيف بتعامل مع المجتمع يعني أظن نفاق شغلة هيك يعني تكون فضل سوري جان بس حب أضيف شي للنقطة اللي قلتها يعني قبل لا أجاوب على السؤال إنه يعني الرفض مش بالضرورة يكون لفضي أو يعني أنت حتى لو راح تعمل تفتح بلوغ وتقعد تكتب عن حقوق المرأة أو تكتب عن شي باسم وهمي بشخصية وهمية مش مهم بس إنه تساهم ولو بخطوة بسيطة أنك توشي يعني ما قاعد أحاول أدعو للسعوديات إنه يعرضون حياتهم الخطر عشان يروحون يسوقون لا بس يعني خطوة وحدة تعمل تفرق يعني فهذا اللي حاب بأوصله أما بالنسبة كيف راح يعيش الملحد الخليجي أو الملحدة الخليجية هو بصراحة ما في فرق يعني الفرق كثير بسيط سواء أنت رجل أو أمرأة كونك أنت خليجي بمجتمع خليجي وملحد معناته أنك أنت لازم تكون متربي على النفاق والمجاملة والإزدواجية درجة أولى لأنه صعب يعني لازم بطريقة أو بأخرى تعرف تخلق الشخصيتين يعني حتى لو كان أهلك منفتحين وعارفين أنك أنت ملحد إذا كانوا أهلك يعني إلى حد ما منفتحين بس راح تضطر تروح للوزارة تروح لهيئة حكومية تروح لأي مكان تشوف إن شاء الله بعرس وشفت شيخ جاي يزوج راح تضطر أنك أنت تمثل أنك أنت تقرأ الفاتحة أو تأذر بس لمجرد أنك أنت ما تبين لحوالينك أنك أنت ملحد أنا ما تعرف وهذا الشيء مخيف يعني الواحد يقدر يستدرجك الواحد يقدر ياخد اسمك يوديك ورا الشمس وغير هذا غير عن العواقب القانونية أو الدينية الكافية أنك أنت تحس حالك منبوض بالمجتمع أن أهلك ينظرون لك بنظرة أنك أنت سواء نظرة شفقة أو نظرة كراهية أو أنك أنت من عبدة الشيطان وأنه إسرائيل قاعدة تدفع لك بالملي بالساعة على كل لحظة أنت تعلم فيها ألحادك بأي شكل نشكال بس أنك أنت راح تعيش بشكل مزدوج غصبا عنك يعني أنت مضطرها الشيء لأنه خصوصا مثلا يعني أحكي لك واحد يكون أخ أخ يكون يعلن إلحاده ومطلع صورته يعني عارف في النهاية أنه أخته راح ينخرب بيتها بنتها يمكن تتطلق يعني أنه الموضوع الإلحاد ما راح يكون لعلاقة فيه هو بس العيلة كلها والمجتمع واسم العيلة والشرف يعني كل الناس راح تتأثر من ورا مجرد أنك أنت ما عندك فكر مختلف عنهم يعني فما لك حل غير أنك أنت تنافق وتزدوج عشان تخلي الماء يسري يعني وللأسف ينوع حتى لو يعني في بعض الخليجين يعني أنا قابلت خليجين عايشين هنا بأمريكا يعني وأنا واحدة منهم يعني بس فكرة هجرتك لبره ما راح يوقف إزدواجيتك يعني لأنك بشكل أو بآخر راح تضطر أنك تتواصل مع أهلك وتتواصل مع أصحابك اللي هناك وتكون open بالفيسبوك فكل الناس راح تعرف فحتى لو أنت بره كملحد خليجي مجرد أنك أنت تعلن إلحادك يمكن أختك تطلق بالسعودية يعني تعيش بإزدواجية مرة ثانية بشكل أو بآخر يعني أنا مثلاً حالياً أنا أهلي عارفين أن أنا ملحدة وقلاص يعني لحول أنهم رقوا أنا قريدي بره فكلما أتكلم مع أمي مثلاً يعني أهلي بعدهم لهاللحظة مش فاهمين شو يعني إلحاد مش فاهمين مفهوم الإلحاد لهاللحظة وفي عوائل كثيرة بنفس الشكل لسا مش عارفين شو يعني شو يعني أنك أنت تكون واحد ملحد فبعد فترة وثانية يجي رمضان ويقول لي ها كيف كان الصيام برمضان وأنا ملحدة وما أصوم بس يعني أنت فاهمني هم مش فاهمين يعني فتضر يعني في هذه اللحظة إلا أنك ترجع تصدمها مرة ثانية وانت تعبت وخبرت ومتبهدلت وترجع مرة ثانية وتشرح لها أنك أنت ما تصوم فشو راح أسوي وحقول له اوكي صيام اوكي يما يعني وخلصنا ما رح أقعد أحاول أنه يعني فبهاللحظة أنا أعتبر حالي أنا كنت عشت ازدواجي ولو لحظية يعني أنه ما أقدر أكون مئة بالمئة ملحدة برا يعني لأنه صعبة كثير خصوصا لما تتعامل مع شخص مش فاهم أو ما عنده الفكر المطلوب أنه هو يستوعب شو يعني أنك أنت تكون ملحد يعني يعني أظن أنت جوابتي على سؤالي كمان هو التمن اللي بتوقع الملحد أو الملحدة في الخليج يعني أنه قبل ما يخطو ويعلم الحادة أو شيء يعني قبل ما يلحد التمن الغالي والباهز للأسف يعني يتوقع الإنسان قبل ما يخطو الخطوة ويلحد يعني أظن أنت جوابتي على السؤالة طيب كيف تنظر المجتمع الخليجي عموما كيف ينظر للشخص الملحد؟ كيف تنظر؟ فالسبب الحاد مش محترم أنه هالدين منقحك ومربيك ومخليك أنك أنت ما تفكر تسوي شيء خارج إطار الزواج أو أنك أنت ما تشرب فيعني يشوفونك بشكل أو بآخر طريقة سيئة يعني رح تكون مش حلوة فالحل أنه ساعات أنك أنت تحتاج أنك أنت تمارس الألحاد بس ما تعلن أنك أنت ملحد يعني أشرب وسوي وأنا ما أقول أنه الحاد هو عبارة عن شرب بس أنا أحكي بشكل عام يعني أنت سوي اللي تسوي يعني ترك الصلاة ومش عارفة شو بس لا تقول أنه أنا ملحد لا تقول أنه ما في الله لا تقول أنه محمد عبارة عن كذبة أو خدعة تاريخية أو لا تتكلم أو ما تسمي الأسماء بأساميها بها الطريقة أنت راح تقدر تعيش بأمان يعني إذا ما قدرت إذا طريت أنك أنت تتعلن الحادك هذا الشي راح مثل ما قلت لك يعني راح تخليك الناس تشوفك بنظرة كثير سيئة يعني واحتمال تخسر شغلك احتمال يأثر عليك يعني بشكل خاص يعني طيب ما يسأل برأيك أنت يعني في أهمية أنه هلا نحن نحن كملحدين يعني بصراحة إذا ما حاكينا ما حدا راح يسمعنا لازم نحكي حتى الناس تسمعنا حتى نوصل صوتنا برأيك شو أهمية الإجهار بالإلحاب يعني خلينا بس نرد نظرها عن موضوع لأنه العواقب وهالمسائل هاي بس شو حدسينا شو هو شو هي خلينا نقول أهمية الإلحاب أهمية الإجهار بالإلحاب فضل أعتبر أنه هو كثير مهم يعني أعتقد أنه كل ملحد عنده واجب أنه يجاهر بالإلحاب بشكل أو بآخر يعني لأنه التغيير لازم يبدأ من الداخل ولازم أنه إحنا نسوي شي عشان نوصل لمرحلة أنه يكون في كل بيت ملحد ولا ثلاثة لأنه الفكرة أنه أنا ما عندي مشكلة مع الدين يعني أقصد ما عندي مشكلة أتعامل مع المسلمين يعني إذا شخص قال لي أنا مسلم أنا ما رح أقول لا تتكلم معي أنا ملحد يعني رح أتعامل معاك إذا حسيت أنك أنت محترمني وأنك أنت ما يهمك أنا شو الـ background تبعي للدين ما عندي مشكلة أتعامل معاك يمكن يكون أصحاب ما نعرف أنا هذه الفكرة للأسف أنا ما رح أعمم بس أغلب المسلمين اللي راح يتقبلوني هم من المسلمين الكيوت اللي مش فاهمين دينهم أو مش عارفين دينهم صح أو مش متربين على الدين بالشكل الصحيح مش عارف شو موجود بالقرآن فله السبب أنت أوكي لأن أنت لو كنت فاهم دينك رح تعرف أنه أنا لازم أن قتل جدامك يعني فاهمني بس لها السبب لهالهدف أنه أنا ما أصل لمرحلة أنه أنا أقول لأحد أنه أنا ملحدة وأخاف على حياتي حتى لو كنت أنا هنا بأمريكا لازم أنه أنا أجاهر بالإلحاد ولازم أنه أسوي شي عشان أبين الناس أحاول يكون فيه أحاول أواعي يكون فيه نوع من التوعية بحيث أن الناس ما تفكر والله هذا ملحد يعني هذا يعبد الشيطان ولا هذا قاعد محرر محلل على نفسه كل شيء محلل على نفسه أمه وأخته اللي هو الكلام اللي نسمعها دائما دائما أنه مجرد أن الواحد يسمعك أنه أنت ملحد لازم نغير هالفكرة عشان الناس تقدر بشكل أو بآخر أنه تفصل ما بين دينها والموروثات وأنه مع تعاملها معك وهذا ما راح يصير وإحنا قاعدين ومتخبين بس بنفس الوقت أنا ما أنصح بالإلحاد إذا راح يأثر على حياتك إذا أنت عايش في مجتمع أنت عارف ومتيقن أنك أنت راح تقتل طبعا ما راح تدخل على الدواعش وتقول لهم أنا ملحد يعني أنت عارف النتيجة مسبقا فتغير بطريقة أو بأخرى أو تنظر لما تكون عندك الفرصة المناسبة أنك أنت تكون بأمان لأنه هذا الصوت هذا الشخص إحنا نملحدين أن نقيم ونعرف قيمة الإنسان إحنا بالنسبة لنا الدم كثير مهم أنا ما راح أنادي بالحرب وأنا شخصيا ضد العنف وما عندي أي تساهل مع القاتل بغض النظر عن المبررات فأنا ما راح أقبل أنه في شخص ملحد ينقتل ببساطة لمجرد أنه هو ألعن الحاد لأنه دمه وروحه وحياته مهمة جدا بالنسبة لي وهذا الشخص هو اللي راح يعمل تغيير حتى لو كان بصير حيث أنه إحنا نحصل حقوقنا يعني بالضبط يعني يا أب مسألت أنه الملحد إذا ألحد راح يحلل لأمه وأخته حكي الفاضي هذا يعني يعني للأسف للأسف خصوصا المؤمن المسلم يعني يعني يلبس نظارة شمسية في عز الليل حتى ما يشوف نهائيا يعني نبي الإسلام بذاته حط عينه على مرت ابنه يعني للأسف ولمجتمع السعودي حاليا زين المحارم الموجود 25% يعني رقم رقم خيالي يعني ما بتوقعه البشر يعني فمسألت أنه الملحد الملحد بالعكس يعني الملحد يرفض زواج الأقارب يعني زواج الأقارب يؤدي إلى أمراض فيرفض زواج الأقارب كيف بده يعني يفكر بأمه ولا أخته يعني الأخلاق الموجودة عند الملحد كل مؤمنين العالم لم يصلوا لها يعني كل ديانات العالم لم تصل لأخلاق الملحد وأنا أتحدى كل المؤمنين أنه يصلوا لأخلاق الملحد يعني المسلمين يتكلمون عن الأخلاق تعالوا نشوف القرآن شو فيه بسمى بالحمير وبالشتائم هاي ما علينا يعني أنا آسف يعني شوية استضرط يعني أخذني الحديث بهالمجال بس المهم طيب أختي يعني خلينا نقول شو أهمية أنه نوعي الناس نوعي أهالينا نقول لهم أنتوا عايشين في كابوس اسمو الدين نقول لهم أنتوا عايشين في الحيطات شوفوا الناس مثلا الأوربيين الأميركيين أين وسطوا الناس عم تفكر كيف تتواصل مع يعني تتواصل مع كائنات فضائية حضارات أخرى تصل للنجوم تصل للمريغ تصنع اللحمة تطول عمر الإنسان يعني شو أهمية أنه نوعيهم حاجبها حاج قتل حاج تدمير تفضلي مهم جدا طبعا يعني تعارف صار للأسف الدين وقت الحالي يعني لما أرجع عشرين سنة ورا كان الوضع أحسن بكثير يعني صار الدين كان الدين شوية عبارة عن تلاقيه بغرفة يعني وقت الصلاة ووقت الحج ووقت الصيام بس بس الحين إحنا صرنا ناكل دين ونشرب دين وننام دين وحياتنا صارت كلها يعني أحكي عن المجتمع اللي أنا كنت فيه يعني أنه هم صايرين مسيهرين تماما للدين يعني وأنت لو يعني تعرفش أكثر شي بيضحكني ساعات أنه أفتح المواقع تبع الفتاوي يعني تشوف الفتاوي كيف الناس يعني مهوسة لأبسط شي سخيف يعني يسألون الشيخ هل أنا أسوي هالشي ولا لا يعني محتاجين الدين بكل الركن بكل نفس بكل ذرة وهذا الشي مزعج جدا لأنه يا عمي أنت متدين بيني وبينك بينك وبين نفسك يعني بس يعني لا تجبرني ولا تخرب علي حياتي ولا تبهدني لأنه أنا حاليا أقدر أقول أنه أنا ضررت كثير أنه أنا ألحد ولها السبب أنا هنا يعني يعني أنا خسرت أشياء كثيرة عشان بس أنه أقدر أطلع برة وأقول أنه أنا ملحدة أو أنه أنا عندي ميول مثلية بس عشان أكون نفسي فأنا ما أحب أنه نعيش بهالوضع للأبد نحتاج أنه إحنا نغير ويكون في توعية وأن الناس تفهم أنه الملحد هذا واحد مثلك ويمكن أحسن لأنه ما يحتاج لكتالوج يقول له شو يسويه هو بالعكس ما احترمك وأعتقد لو الملحد حكم أي دولة من دول العربية رح يتغير الوضع تماما يعني ما رح يروح ينتقم المسلمين ويدخلهم بورفة ويحرقهم يعني ما رح يعمل هالشي بالعكس رح يحترم ورح يعطيهم المساحة اللي هم فيه طالما أنهما ما يضرون أحد ولا يفجرون مبنى ولا يقتلون أحد وإحنا محتاجين لهالنوع من التوعية عشان الناس تعيش بأمان يعني حرام أنه كل واحد يوصل لمرحلة أنه يخاف من أهلا ويخاف من الزوج يخاف من مرتا أو يعني للأسف الملحدة وضعها أسوأ لأنه رح تطلع من سجن بيت أهلها وما رح تقدر تختار الزوج اللي رح تطبط فيه وهي ملحدة وفي النهاية تطبط بزوج مسلم ترجع تكفي نفاق وازدواجية وتخاف على نفسها من زوجها يعني أنت متخيل مقدار الخوف والرعب اللي ممكن لواحدة تعيشها وتروح تربي أطفالها عدين وهي مش مقتنعة فيه بس لمجرد أنه أنه هي هذا البيت إسلامي بره يعني فحرام أن الواحد يضيع حياته كله يضيع طفولته وشبابه وشيبته وهو عايش بخوف وعايش برعب أو أنه يخسر أشياء كثيرة لمجرد حق طبيعي يا أخي أنا أخي أختار طريقة حياتي هذي حق طبيعي جدا يعني ما لك الحق أنك أنت تفرض علي ولا لك الحق أنك تكرهني ولا لك الحق أنك تجي تقتلني فنحتاج الوعي عشان نتخلص من هالرعب فيلم الرعب اللي إحنا نعيشها بالعالم العربي برأيك يعني شو هي الوسائل ممكن نوعي فيها هالناس شو ممكن نعمل يعني حتى ناس توعى ناس تفكر يعني أقلأ شي تفكر تبدأ تفكر نحن ما نقول لازم نصحى الصبح نخليهم كلهم ملحبين بالتأكيد بس شو هي الوسائل نخليهم مثلا بل شو فكروا يا أخي بل شو فكروا أقروا دينكم يعني تفهموا دينكم يعني أنتم ما نفهمين دينكم شو الوسائل ممكن توصلنا لها المرحلة تفضل بالضبط هو أنت ضحكتي لما قلت لي أقروا دينكم لأنه هو أول شيء أول كلمة رح يقول لك ياه المسلم لما تناقشه يقول لك إنا إحنا القرآن نزل بكلمة أقرأ أوكي يا أخي أبدي بنفسك وقرأ أنا لو علي يعني أنا لو أحكم دولة يعني هي يعني طبعا تجربة يعني افتراضية بس راح أخذ كل مسلم وأحطه على غرفة ومن غير ولا شيء وأعطي كتاب واحد بس وأقول لأنت ما راح تطلع من هنا لما تخلص هالكتاب ومش بس تقرأ بس مجرد قرأة ومن غير ما تفهم راح أتناقش وياك بالكتاب اللي أنت تقرأ بعد ما تطلع إذا عرفت إذا قدرت تناقشني وحسيت أنك أنت فعلا فهمت الكتاب مش بالضرورة تقتنع بس فهمت هذا كل وقت راح أطلق صراحك يعني إحنا نحتاج نقرأ أكثر هو الحل بس بالقرأة يعني أنا مثل ما قلت لك يعني أنا كانت صدمة بالنسبة لي لما شفت أهلي مش عافين أنا ما قاعد أحكي عن العلم والفضاء والأحياء أنا كنت أحكي عن الصحيح البخاري اللي هو كتاب ديني يبحث يعني بس ما كان عارف شو موجود بالكتاب نفسه يعني لأنه ما أعتقد أنه في أي شخص أنا أصلاً لما تربيت ما أعطوني الصحيح البخاري يقولوني يعني حتى القرآن لما نقرأه نقرأه من غير ما نفهمه أنا كنت أحفظ القرآن بس ما كنت أفهم القرآن يعني أنا الحين ساعات صرت أمسك القرآن حالياً ما عندي قرآن بس ما كنت في الأمارات بعد ما ألحد كان عندي كان ما أزال عندي المصحف فأفتح وأقرأ يعني أنصدم أقول يعني معقولة أنا صار لي عشر سنين أقرأ هالآية ومن غير ما أشمأز ولا أقول هذا محمد شو قصة يعني شو السالفة ليش قاعد يقول يعني عن تعرف يعني صارت عندي صدمة في يعني الواحد ينصدم أنك حتى ولو أنت متدين أنت ما قاعد تقرأ القرآن بتدبر هي نوع تقاعد مجرد تحفظه وتحاول تخلص الجزء بقد ما تقدر بس من غير ما تفهم فأحنا نحتاج أن يكون فيه نوع من التوعية أن الناس تفهم وتقدر تقرأ وتستوعب اللي هي تقرأه كل حيادية عشان يقدر يكون فيها الوعي بالضبط وأنا أضم صوتي إلى صوتك يعني يا جماعة أقرأوا 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 بالعلوم الفلكية أقرأوا بالفيزياء بالبطيخ المبسمر بس خلونا نغير شفاية يعني من قراءاتنا للأسف يعني إني حيطين هال يقرأ يعني معظمهم لا يقرأ واللي يقرأ يقرأ لي بتفسير من كثير القرآن للأسف يعني القرآن إذا فيه خلينا نقول عشرين ثلاثين ألف كلمة كل القرآن بتلاقي المفسرين في شي مئة ألف مفسر يعني لكل كلمة في القرآن في ثلاثة أربع مفسرين يعني ويقولون لك أنه بلاغي والحكي اللي لا يقنع غير الأغبياء للأسف طيب أختي شو رأيتك لمستقبل الملحدين شوان شايفي المستقبل الملحدين يعني هذا سؤال مكرر لكل الضيوف يعني فضل إذا سمحي بصلاح المستقبل مشرق جداً أنا شخصياً إحنا قبل نضيع الحلقة حكيت لك أنه أنا متفائلة جداً بس مش متخيلة أنه هالتغيير رح يصير بسرعة يعني حاسة أنه أنا راح أموت وبعدنا ما رح نوصل لهالمرحلة أنا ما رح أقول إنه ما رح يصير تغيير بس مش هذاك المستقبل اللي أنا أتمنى اللي هو الحلم كل ملحد سواء كان مغترب أو بعد عايش بالخزانة إنه يعيشها هذا رح يحتاج وقت شوية يعني تقريباً معرف سبعين ثمانين سنة يمكن على الجيل الجاي يعني لأنه حالياً الأجيال اللي قاعدة تطلع هي اللي قاعدة تقرأ أكثر أو في إنترنت هذا الإنترنت خرافي يعني إنه يوصلك كل شي بدقائق يعني فأنا حاسة أنه بعد فترة هالأجيال لما تكبر وتكون أسر راح تكون التربية مختلفة لأنه التربية هي الأساس هي اللي تدمر حياة الواحد أو إنه تصلحها فإذا تغيرت التربية وتغير المنهج يعني إحنا محتاجين نغير المنهج التعليمي بالمدارس لأنه بصراحة مصائب يعني اللي تعلمتها أنت ما تخيل إنه أغلب الأحاديث اللي تعلمتها بالمدرسة طلع عنده هي أصلاً أحاديث ضعيفة بعد ما طلعت المدرسة اكتشفت إنه هي أحاديث ضعيفة أصلاً فيعني نحتاج إنه يكون عندنا تغيير بالمنهج بحيث إنه نتخلص من الدين ويكون مش بكل مادة بالأحياء وبالكيميا وبالفيزيا نلاقي لازم شي لعلاقة بالدين يعني قاعدين يعبون الدين بكل مكان نحتاج ندرس بحيادية عشان إنه نوصل لمرحلة منها توعية لها السبب أن أقول إنه التغيير ما راح يصير ما راح يصير سريع لأنه الأجيال ما زالت القادمة بعدها قاعدة تتغذى أو تنغزل دماغياً فراح تحتاج شوية وقت بس يعني أتمنى أكون متفائلة مثلك يعني أنا متفائل جداً يعني أنا مسألت الإنترنت ليست سهلة يعني صدقيني من خمس سنين الوضع كان يختلف نهائياً من خمس سنين كان يعني ما كان الملحدين بهالشكل بهالكسرة بهالتعمق في يعني المؤمن عم بيدخل على صفحة إلحادية بيدخل بطل شجاع يلا أنا جاي سبع البورنبا يعني بتلاقي بعد فترة ست شهور سبع شهور أعلن إلحاده يعني يعني هذا أنا أنا شايف وملتمس هالشي هذا يعني شايف كتير أصدقاء أعلن إلحاده بخلال ست سبع شهور دخلوا المواقع الإلحادية والمسألة إنه إنه الإنترنت صار بالموبايل وشباب هالوعد خصوصاً مثلاً بنقول بلش عمره أربطعش خمسطعش وكون عنده تساؤلات كتير وكلهم عندهم موبايلات وكلهم عندهم فيسبوك فالمسألة يعني كتير أنا بيرأي عملية سريعة سريعة الوتيرة وتتسارع هي إنقلاب إنقلاب حضاري اللي عم بيصير فهي فكرتي يعني هيتها هذا التفاؤلي بالأصح يعني طيب إختي بدنا منك كلمة أخيراً وصلنا لآخر الحلقة فكلمة أخيرة توجهيها لجمهور البرنامج للمرحدين للمؤمنين لكل الناس شو بدك تفضلي؟ شكراً بصراحة المرحدين أول شي أنا حابة أشكرهم يعني يمكن أنا ما عرفت كل المرحدين شخصياً بس كانت في كتير صفحات كانت السبب إنه أنا أبدي أفكر يعني هو البداية كانت بس إن كنت بس تبدي تفكر يعني ومن ضمن هالصفحات هي صفحة العلم يكذب الدين يعني أنا صار لي أتابعها من فترة طويلة يعني يعني أول ما بديت مرحلة الشكل الإلحاد يعني كنت دائماً أقرأ وكان يعني كثير يخليك تقتنع يعني بالبراهين وبالأدلة من كتب الإسلام نفسها يعني فبجد أنا حابة أشكرهم كلهم وثاني الشي إحنا ما عنا أدعية إحنا ما راح ندعي إنه الله يدمر اليهود ولا ما راح ندعي تصير معجزات ولا إنه يتحرر الفلسطين إحنا ما نؤمن بالأدعية إحنا الملحدين لازم نتحرك ونعمل تغيير من الداخل لأن الأدعية ما راح تفيدنا ولا الأمنيات راح تغير أي شي فبوجه رسالة لكل ملحد إنه يحاول يسوي تغيير ولو بسيط جداً حتى بغض النظر طالما الموضوع ما راح يكلفك حياتك أعمل أي تغيير تحاول إنك أنت توصل شخص واحد على الأقل بحياتك إلى النور يعني حتى ما توصله يعني ودخله بدرب الشك وهو لحاله راح يكمل ماشي وراح يلاقي طريقة فيعني أنا حاسة إنه هذا الشي كثير مهم كثير مهم عشان إنه إحنا نقدر ننقذ حياة كثيرين يعني في المستقبل وانت عارف إحنا صارت حياتنا بالعالم العربي أرخص من قوط الببسي يعني فنحاول إنه نشتغل أكثر ونغير أكثر ونسوي اللي علينا يعني وإن شاء الله إن شاء الله بعدها الترصبات موجودة ترى وبتمنى إنه يكون فعلاً المستقبل مشرق وقريب جداً يعني أقدر على الأقل أطمن إنه بكرة أقدر أخذ بنتي للإمارات وربيها بالطريقة اللي هي تحبها وإنه تعيش مع أهلها وتتعرف على أهلها من غير ما تخاف أو من غير ما أنا أخاف أصلاً يعني حرام إنه الواحد يضطر يضحي بكل هذا بس عشان يعيش بطريقة معينة فلازم إحنا نعمل شي عشان ما يضل الوضع بهالطريقة يعني أما بالنسبة لغير الملحدين فهي كلمة واحدة بس يعني إقرأ وعندي أي شي ثاني أنا أحترم كل شخص غير ملحد أنا أحترم كل شخص حتى لو كان متدين يعني بس بنفس الوقت يعني أنا أحب إنه كل شخص يفتح لكتاب حيادي ويقرأ لأنه أنت مجرد فكرت حتى لو انت اقتنعت إنك بعدين صح مش مشكلة بس دور وأبحث وأقرأ وبعدين قرر اللي أنت تبي يعني حتى أنا متوقنة أنك أنت حتى لو ضليت على دينك رح يتغير أشياء كثيرة رح تنقح الدين كله ورح تحذف أشياء كثيرة وإذا هذه هي الطريقة اللي أنت تبي حابب تعيشها أنت حر يعني بس توصل لمرحلة أنك أنت تعرف كيف تتكلم معي من غير ما تشتمني من غير ما تهددني لأن الواحد حالياً صار يلاقي تهديدات وشي تعمل بكل مكان يعني بالسوشيال ميديا فيعني وأنت أصلاً ما قاعد تناقشني بمنطق يعني فبدل ما تشتم اقرأ كتاب واحد وتعال اختار هالكتاب وناقشني فيه حاول إقنعني إنه هذا الكتاب غلط وهذا كل وقت اللي راح أقدر أتكلم يعني معاك وبسو شكراً يا جان شكر شخصي لك إن كنت تستضغطني لحلقة شكراً لك شكراً لك أختي وشكراً لقبولك دعوتنا يعني في شغلة إنه المؤمن طبعاً الأغلبية لا يحبون القراءة يا أخي إذا ما بتحب القراءة في عندك فيديوهات في عندك وسائل فيديوهات يعني ممكن توصلك لنفس المرحلة اللي وصلها ممكن يوصلك الكتاب يعني فوسائل العلم وسائل المعرفة صارت كتير يعني ما في إنه كتاب أو قراءة أو شي فيه فيديوهات فيديوهات كتير سهلة وأسهل طبعاً للعقل الغير متعود للقراءة خلينا نقول ممكن يتوصل لنفس النتيجة نفس الفكرة يعني شكراً كتير لك أختي نيساء وتشكرك كتير على حضورك وشكراً لكم أعزائي المشاهدين إلى اللقاء في حلقة قادمة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم